موسيقى إن المرأة التادية تشكل على العمود الفقري للهيال الاجتماعية عبر مشاركتها مع الرجل في الهيال اقتصادية والسياسية والطربوية ومن دمن سلسلة النشاطات التي يقومن بها النساء التادية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الافريقية يجيء هذا المؤتمر النقاشي الذي ترأسته رئيسة خرفة النساء المقاولات الشاديات شمس الهدى أب بكر قدادي أما رئيسة جمعية الشباب والشبات أم الخير جبرين سليمان فقد تناولت هديثا قالت فيها بأن البنت تلعب دورا مهوريا في ترقية المجتمع إذا أتيهت لها الفرصة في التعليم والتربية هذو تناول المؤتمر موضوعين الأول هل للإشكاليات التي تعاني منها المرأة الافريقية والثاني السيرة الزاتية للنساء المقاولات من بينهن زينب الألكي هي التي تجسدت خدراتها في الهقل الزراعي في العراض الصهرابية وأيضا الفتاة التي فقدت بصرها هي الأخرى بزلت جهدها في التعليم حتى صارت تتخن القراءة والكتابة بالإضافة إلى المرأة العسكرية المجاهدة والمشاركة مع الرجل العسكري جنبا إلى جنب في مجيء الهرية والديمقراطية والتي تسمى هليم بوي وفي نفس الإطار ترهت أسئلة واستبثارات موجهة للمهاضرات حول الصعوبات التي تعاني منها النساء قلال فترة عمالهن أما المهاضرة الثانية تهتمود مكافهة المرأة في أجندة عام الفين وثلاثة وستين وتفعيلها في الاتهاد الإفريقي فقط أشرفت عمينة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمختربين أشت صالح ضمان والتي خرأت فيها سفيرة الاتهاد الإفريقي زينة نيراماتما رسات رئيس الاتهاد الإفريقي موسى فكي مهمت لصالها المرأة والجدير بالإشارة إلى أن بأت نهاية المؤتمرات تالبنا مجلس النساء من الجميع كتابة التخرير النهائي بهيث يمكن رفعه للجهات المختصة في الاتهاد الإفريقي بغرض اعتماده ونشره موسيقى